يا مساء الخير و أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من أسادسة تبدأ مع حضراتكم تحياتي في البداية لكل الأهلوية اللي بيتابعوا حلقة النهاردة وبما أنه النهاردة راحة الفرقة يعني راحة النهاردة من التدريبات ترجع بكرة إن شاء الله تستعد المطش الجمعة إن شاء الله قدام مباراة العودة قدام سان جورج فالحقيقة فكرت في أكثر من زاوية نتكلم فيها النهاردة واحد طبعا عايز أتكلم شوية عن منتخب مصر منتخب مصر اللي عنده معسكر مهم في شهر أكتوبر هيخد خلاله مباراتين وديتين وعندنا ارتباطات مهمة جدا في 2024 إن شاء الله عندنا بطولة أوم إفريقيا وعندنا مشوار تصفيات كاس العالم وعندنا أولمبياد باريس وبالتالي إذا كان في خطة يعني إذا كان في أجندة محطوطة للمنتخبين إعداد وتأهيل واستعداد للبطولات دي والمشوار تصفيات كاس العالم يعتبر طبعا في المنطقة الأهمية واللي إن شاء الله مفترض أنه مفترض يعني الطبيعي جدا أنك أنت بتتكلم على منتخب مصر في مجموعة فيها جيبوتي وبوركينافاس وغنيابساء وأعتقد وسيريليون يعني أعتقد ما فيش مرة خدنا فيها مشوار تصفيات ما كانتش الفرق اللي معنا في المجموعة في المتناوى اللي مش عايز أقول بسهولة لكن يعني أعتقد أنه طبيعي جدا أنه تذكرة التأهل تكون في مصلحة منتخب مصر إذا كان في خطة بتتكلم على فترة تقريبا تقريبا من هنا لبداية الاستعداد لكاس العالم لو تأهل المنتخب يعني تتكلم على تقريبا سنة ونص وبالتالي في كتير من الحاجات اللي مفترض تبقى قدام أكيد طبعا روي فيتوريا في المقام الأول بما أنه المسؤول الأول عن المنتخب ومن وراه اتحاد الكرة ومن وراهم الأندية ويمكن لو كلمت على مستوى المراكز وده أنا هاخد فيه رأيي النهاردة نجم كبير كابتن مهر همام هيشرفنا في حلقة النهاردة منتخب مصر مش بكلمك على نادي يعني ممكن تقول النادي الأهلي اللي هو أكتر نادي عنده سكواد على أعلى مستوى في قارة أفريقيا ممكن يكون بيعاني في مركز أو في مركزين فما بالك ببقية الأندية وخصوصا مثلا مثلا على سبيل المثال برضو مش على سبيل حصر لما تتكلم على مركز المهاجم مثلا يعني مثلا على مركز المهاجم هو مش مركز واحدة وكذا مركز بس أنا هضرب مثلا بمركز المهاجم كان فيه أحصائية لطيفة كده قارتها على منتخب ناجيريا وشفت عدد المهاجمين الناجيريين اللي موجودين في مش في أهم دوريات العالم دول في أهم أندية في أهم دوريات العالم يعني بكلامك على الدوري الإيطالي هتلاقي هتلاقي بطل الدوري الإيطالي فيكتور أوسمين هتلاقي على مستوى الدوري الإنجليزي هتلاقي على مستوى الدوري الألماني هتلاقي على الأسباني سبع تمن مهاجمين هدفين وكلهم بينفسوا علاقة بالهداف يعني بصرف النظر عن النادي اللي بيلعب فيه كلاس ايه نادي بينفس على البطولة او لا هتلاقي ان المهاجم الناجيري في الدوريات دي كلها موجود في المنافسة على قبل هداف شغال يعني وبيطلعوا ماشي فبالتالي انت عندك وفرة 7-8 مهاجمين تقدر تختار منهم يعني على اقل تأدير 3-4 وانت مرتاح لقيمة منتخبك هل في في منتخب مصر مش بالضرورة على نفس المستوى يعني مش بالضرورة انه عندنا هذا الكم الكبير من المحترفين اللي بيلعبوا في هذا العدد الكبير من الاندال الكبيرة في الدوريات الكبرى انا بكلمش عكده لك انا انا بقول هل في وفرة اساسا عددية بصرف النظر عن بيلعبوا في نادي ايه او في دور ايه اعتقد ده واحد من المراكز اللي فيه ازم حقيقة على مستوى منتخب مصر في مراكز ثانية فيها ازمات لكن في النهاية مفترض انه مستر ميكالي مستر فيتوريا اتحاد الكرة من وراء الاندية مفترض يعني بما انه المنظومة كلها واحدة تبقى بتشتغل عدال صالح المنتخب في اللي جاي هتكلم مع كابتن ماهر في الجزئية دي هل منتخب مصر واحد رايحين حتى لأمم افريقيا سيبك من مشوار كاسر عالى يعني في القريب ما عندكش مشاكل كبير هتلعب مع جيبوتي في القاهرة هتلعب مع سرياليون برا اعتقد يعني ان المباراتين يقدر المنتخب المصري انه يحسموا صالحهم لكن وانت رايح لأمم افريقيا الحكاية ايه والقصة ايه وخصوصا انك ببتدي المسلم المحلي اللي بيمثل الغالبية العظمى من لعبة المنتخب متأخر اغلب اللعبة النهاردة لعبة سبع وثمان مباريات فقصة فيها كلام كتير جدا هتكلم فيه مع كابتن ماهر وبالتأكيد طبعا الاهلي لنا واقفة السنة دي محطة بعد محطة وخصوصا ان احنا رايحين طبعا كمان اقل من شهر اللي بداية تحضير للبطولة فيه نسختها الاولى سريعا هعدي مع حضراتكم على اهم اخبارنا النهاردة وهبدأ مع المنتخب برضو يمكن الجهاز الفني لمنتخب مصر اعلن انه القايمة الاولية لللاعبين المحترفين اللي هتضم 11 لعب طبعا المعسكر اللي هيتعمل في شهر اكتوبر وهيبدأ من يوم تسعة اليوم سبعتاشر وهيبقى فيه خلال المعسكر ده مبارتين وديتين هيجمعوا بين منتخب مصر يوم اتناشر مع زامبيا ومباراة تانية مع الجزائر هتكون يوم 16 من المفترض انه نجم مصر طبعا ونجم ليفربول محمد صلاح هينضم للمنتخب يوم 10 قبل 48 ساعة من مباراة زامبيا ويوصل يوم 10 ان شاء الله والامارات على طول مباشرة وهو يمكن عنده مطش اعتقد ليفربول عنده مطش في الدولة الانجليزية هيكون يوم 8 هيلعب المطش ده وبعد كده يسافر ييجي للمنتخب في الامارات يبدأ معاهم ان شاء الله باذن الله التحضير للمبارتين من منتخب مصر للكاف الكاف بكرا ان شاء الله هيعلن اسماء الدول اللي هتنال شرف استضافة كاس الامم الافريقية في نسختها اللي هتقامه سنة 25 والنسخة التانية اللي هتقام سنة 27 المكتب التنفيذي الاتحاد الافريقي الكاف هيعقد بكرا ان شاء الله اجتماع بيضوم طبعا اعضاء المكتب التنفيذي الاتحاد الافريقي ومعهم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي وهياخدوا مجموعة من القرارات يمكن تكون اهمها اسماء الدول اللي هتنال شرف استضافة بطولة كاس امم افريقيا في نسخة 27 وامم افريقيا نسخة 27 ويمكن الاتحاد الافريقي نشر بيان على الموقع الخاص بالاتحاد قال فيه انه باتريس موتسيبي رئيس الكاف هيعلن عن البلد المضيف لكاس الكاف او لبطولتاي امم افريقيا سنة 25 وسنة 27 يوم الاربع 27 سبتمبر اللي هو بكرا ان شاء الله وقال انه سيتم الاعلان عن ذلك مباشرة بمجرد اختتام اعمال لجنة الكاف التنفيذية وليد صادي يمكن رئيس احاد الجزائري لكورة القدم اكد بشكل واضح ونهائي انه الجزائر بتنسحب بشكل رسمي النهاردة من الترشح لاحتضان النسخة سواء 25 او نسخة 27 والتحاد الافريقي كان قبل كده اعلن عن سحب التنظيم نسخة 25 من غينيا غينيا كان مفترض ان هي لا تصديف البطولة لكن اتحاد الافريقي سحب منها البطولة لانه يعني هو شايف انه استعادات غينيا مش يعني مش جاهزة لاستقبال الحدث او العرص الافريقي بالشكل ده وقال وقتها يمكن وقت القرار بسحب التنظيم من غينيا انه في عشر دول بالفعل بمجرد اعلن عن سحب الملف تقدمت لاستضافة البطولة الكلام بيتقال انه ممكن 27 بشكل او بنسبة جميلة رغم ان هي استضافتها قريب مش من بعيد او يعني لكن بيقال انه السنغال هي المرشح الابرز او الاقوى لاستضافة 27 ومصر طبعا يعني لغاية النهاردة ما سمعناش على انه مصر بتفكر او انه في احتمال انه مصر تكون واحدة من الدول المرشحة معيني شايف حقيقة انه يعني ممكن جدا وليه لا حدث نجحنا في تنظيمه قبل كده بشكل ابهر العالم كله يعني ظروفنا دلوقتي وضعينا اخدوا بالكم تنظيم بطولة بالحجم ده اعتقد ممكن تاخدنا او تعمل معنا نقلة كبيرة جدا طبعا سيبك من ناحية الترويج وناحية السياحة وناحية القدرات التنظيمية العظيمة والهائلة اللي تتمتع بها الدولة المصرية احنا خدنا يعني خدنا طفرات نقلات نوعية الحقيقة في مجال استضافة البطولات والمناسبات الكبرى وبالتالي من ناحية التنظيم وإقامة بطولة افريقيا اعتقد انه مش تحدي كبير بالنسبة للدولة المصرية واعتقد ان احنا ممكن جدا جدا نستفيد من استضافة البطولة دي مش بس عشان منتخبنا وعشان فرص التأهل وعشان الحضور الجماهيري وبنلعب على أرضنا وملعبنا لكن كمان اعتقد انها ممكن تكون بوابة او حجر زاوية سميها في نقل منظومة الكرة في مصر في حتة تانية خالص بتكلم على مستوى تنظيم المسابقات بتكلم على مستوى الاهتمام بالمتخبات بتكلم على مستوى القواعد والأشبال والناشئين يعني نقفل صفحات كتيرة جدا متكررة كلها شبه بعضها ما فيهاش جديد اللي بيجي بياخد من اللي قبله وبيسلم للي بعده ما فيهاش حاجة بتتغير تقريبا ونحاول نفتح مش صفحة جديدة نفتح فصل جديد بقى في تاريخ الكرة المصرية عندي أخبار تانية هتكلم فيها مع كابتن مهر بس اسمحوا لنا قبل ما نكمل حلقتنا نروح لفصل ونرجع لحضراتكم يساري مهاري نجم كبير سواء في قتلاتكم مدريد او طبعا في فالينسيا صحيح كان نجم في قتلاتكم مدريد لكن في فالينسيا يعني الاسم الشهرة والنجمية كلها الحقيقة ميجال أنخال ميستا نجم طبعا في فالينسيا وقتلاتكم مدريد السابق واضفنا دلوقتي في السادسة يعني خلينا نراحب بيه في البداية وبشكرك كل شكرا أهلا وسهلا بك على شوشة الأهلي وشكرا على مشاركتك معنا في السادسة أهلا وسهلا إنه لشرف لي أن أتواجد معكم وأنا سعيد للغاية باستعادة ذاكرة الأيام الماضية كلعب والأهداف التي سجلتها لعبت الاثنين من أهم وأكبر لعندي الأسبانية فالينسيا واتلاتكم مدريد تجربة الأفضل بالنسبة لك إيه حسنا لا أقول أن تجربتي مع فالينسيا لأننا حصدنا أربع ألقاب خلال خمس سنوات وهو أمر رائع بالتأكيد لقد لعبت مع جيل رائع للغاية ومدرب جيد نسلة رفا بنيتيز المدرب الشهير الذي قادنا للقمة وقمة النجاح ولهذا أعتقد أنه بدون أدنى شك تجربتي مع فالينسيا هي الفترة التي لا يمكن أن أنساها ليه بتاعت فالينسيا من وجهة نظرك يعني أنت كنت في جيل حقق ألقاب كتير لفالينسيا وهو من الأندية التي تظهر وتختفي ليه غاب فالينسيا لفترة طويلة عن تحقيق البطولات والألقاب الوضع الاقتصادي تغير كثيرا في النادي وبشكل خاص في إسبانيا هناك ما يسمى في إسبانيا بالضبط الانضباط الاقتصادي وقواعد اللعب المالي النظيف ولهذا الفريق يعاني النادي يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة ولحزن الحزن أن الفريق استطاع أن يساعد الكثير من اللاعبين الموهوبين من الفرق الناشئين لأن الأمور الاقتصادية باتت أصعب عما كانت في فتراته طيب قبل أن نذهب لديربي مدريد خلينا أسألك في نقطة مهمة جدا كأسبانيا أولا قبل ما تكون نجم من نجوم فالينسيا واتلاتكو مدريد يمكن لفترة طويلة من السنين كان برشلونة وكان ريال مدريد بشكل أساسي وبقيت أندية أسبانيا بشكل عام بتضم أهم لعيب كرة القدم على مستوى الكرة الأرضية وده يمكن ساهم بشكل كبير جدا في نجاح الليجة وانتشارها وشعبيتها وساهم كمان في سيطرة الأندية الأسبانية لفترة طويلة على الشامبينز ليج مثلا إذا ما كانتش الريال يبقى البارسة لسنين طويلة وده ساهم فوز وتتويج إسبانيا نفسها بكاس العالم لأول مرة في تاريخها لكن بعد كده حصل تراجع كبير جدا على مستوى كل الأندية بما فيهم الريال وبما فيهم البارسة شايف ده إزاي وإمتى تستعيد الأندية الإسبانية قدرتها مرة تانية من وجهة نظرك هل هي القصة اقتصاد فقط هل هي قصة سيولة مالية فقط أعتقد أن الأمر يتعلق بمشكلة الأجيال وتعاقب الأجيال لأن تواجد ميسي ورونالدو في برشلونة وريال مدريد في فترة من الفترات هذا سعب بشكل كبير على تقوية الليجة والاقتصاد الدوري الإسباني كان من أقوى الاقتصاديات في دوريات العالم والليجة الإسبانية كان من أفضل الدوريات إن لم يكن الأفضل في وجهة نظري والأندية الإسبانية كانت في هذا الوقت تقوم بانتدابات قوية للغاية ولهذا أعتقد أن الليجة في ذاك الوقت كان قوي للغاية ولكن في الفترة الأخيرة أعتقد أن هذا الأمر تراجع إلى شكل جبير لأن الأندية باتت تنفق أموالا طائلة والصفقات هارجع الأندية الإسبانية وفرصتها في المنافسة على علقاب الأوروبية الموسم ده بس خليني أبتدي معك بدرب مدريد أتلاتكم مدريد والريال فوس كبير لأتلاتكم مدريد بنتيجة 3-1 والحقيقة يمكن ما بيتفرجش أو كان بيتفرج ويتابع الدوري الإسباني لو ابتعد عن المتابعة دي وشايف النهاردة جدوى للترتيب ممكن تجيله صدمة لأنه الحقيقة جدوى للترتيب محدش تعود عليه ممكن ما حصلش في الليجة من سنين طويلة جدا واحد شايف إزاي نتيجة الدربي مدريد وفوز الأتلاتكم مدريد وهل بتشوف أن ده ممكن يكون دفعة بما أنك طبعا نجم سابق في الفريق لأنه الأتلاتكم مدريد ينفس على البطولة السنة دي بدون أدنى شك أعتقد أن الأندية الثلاثة المرشحة للقب هي البارشلونة وأتلاتيكو والريال بالنظر لقائمة اللاعبين التي يمتلكوها أعتقد أن مسألة جيرونة هي مسألة وقت المفاجأة أن جيرونة ينافس في الصدارة مع بارشلونة أعتقد أنها مسألة وقت ولكن مع وجود الأسماء الكبيرة في أتلاتكم مدريد والريال وبرشلونة أعتقد أن المنافسة ستنحصر أما فيما يتعلق بنتيجة الدربي أعتقد أن النتيجة لم تكن مفاجئة إلى شكل كبير لأن أتلاتيكو دخل في المباراة بكل قوة واستطاع أن يسجل هدف مفجر هدف مبكر في الريال وهذا ما أعطى الأفضلية لأتلاتيكو ولكني أعتقد في نهاية الأمر أن المنافسة ستنحصر بين هذه الأندية الثلاثة مين أهم صفقة من وجهة نظرك في المركاتو الحالي؟ مين اللعب الذي رأيت أنه عمل إضافة كبيرة جداً ليس فقط للنادي ولكن أيضاً لقيمة العليجة؟ من أحد يتحدث؟ من أحد يتحدث؟ من أحد يتحدث؟ أهم صفقة حصلت الموسم من وجهة نظرك في المركاتو أو في سوء الانتقالات ليس فقط لأنه يكون إضافة للنادي بتاعه لكن إضافة للمسابقة نفسها أو البطولة نفسها بطولة لليجة خليني أقولي السؤال بشكل مختلف هل بتشوف أنه إضافة جود بيلنجهام للريال أو جواو فليكس أو جواو كانسيلو لبارشلونة؟ نعم 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 جواو فليكس جواو فليكس قمت بأسفل ارتكب خطأاً كبيراً في فترة من الفترات عندما انتقل إلى أتليتكو مادريد لأن أتليتكو مادريد وفلسفة أتليتكو مادريد في اللعب لا تتناسب كثيراً مع طبيعة لعب جواو فليكس ولهذا أعتقد أنه بمجرد انتقاله إلى بارسلونة وتحت قيادة بارسلونة تحديداً تحت قيادة تشافي فإنه وجد الأسلوب المناسب لطريقة لعبي ولهذا أعتقد أنه الصفقة الأهم ولكن في الجهة الأخرى هناك أيضاً جود بيلنجهام هو الصفقة الأهم بكل تأكيد لريال مادريد وهو هدف ريال مادريد شايف إزاي فرص الأندية الأسبانية في المنافسة أوروبية؟ يعني أنا كلمتك أنه لو رجعت بالتاريخ مثلاً نستثني طبعاً آخر خمس أو ست سنين استثناء موسم يمكن وحيد فاس فيه الريال بالبطولة لكن قبل كده كانت البطولة أو المنافسة الأساسية بين أندية أسبانية وأندية أسبانية زي ما قلت من شوية لو ما كانش الريال يبقى البرسة لو ما كانش البرسة يبقى الريال هل من الممكن أن واحد من الناديين يكون عنده حظوظ على بالتأكيد المنافسة موجودة لكن هل بتشوف فيهم حد قريب من تحقيق لقب الشامبيونز ليج؟ في أسبانيا يقال دائماً أن ريال مادريد هو المرشح الأبرز لدور الأبطال وفي السنوات الماضية استطاع ريال مادريد أن يهيمن على دور الأبطال على مدار ثلاث سنوات متتالية وهو أمر لم يحدث لتاريخ البطولة مع زيدان أعتقد أن برشلونة يتقدم رويداً رويداً والمستوى برشلونة يتطور مع التدعمات التي استخدمها في هذا الصيف أعتقد أن فرصته في الليجة ستكون كبيرة برشلونة ليس بعيداً إلى حد كبير ولكني أعتقد أن برشلونة وريال مادريد يمكنهما المنافسة على لقب دور الأبطال إشبالية بعيد بالنظر للمستوى الذي يقدمه في الليجة من الليجة كان دائماً بيتاخد اللاعب صاحب جايزة البالوندور أو دبست حصل دمع كريسيانو رونالدو مش فاكر سبع أو ثمان مرات حصل دمع ليوميسي برضو حوالي ست مرات أو سبع مرات حتى في مؤخراً حصل دمع كريم بنزيمة لما كان لعب في ريال مادريد هل تتوقع أنه بعد انتهاء المرحلة دي بعد رحيل ميسي وبتعاده إلى حد كبير جداً في الدور الأمريكي طبعاً ما أعتقدش أنه زي أي دوري في أوروبا رحيل كريم بنزيمة وكريسيانو رونالدو للسعودية هل بتشوف أنه إسبانيا قادرة تطلع لاعب جديد يحصل على البالوندور ولا المنافسة هتكون صعبة بالنسبة لي المرشح الأبرز بكل تأكيد هو مبابيه لأنه لاعب رائع في وجهة نظري هو مهاجم متكامل ولكن علينا أن ننتظر لأن الأجيال الجديدة تفاجئنا في كل الأوقات ميسي وكريسيانو ابتعد بكل تأكيد حدودهما أصبحت صعباً ولكني أعتقد أنهما لازالوا يقدمان الكثير في كرة القدم ولكني أعتقد أن فرصتهم ستكون أصعب والفرصة تكون أكثر للعبين الشباب الذين سيكونون هم المرشحون الأبرز لهذه الجوائز أنا بتهيالي أنه يعني مش بس قصة ميسي وكريسيانو لكن هي نهاية مرحلة بكامل نجومها نجوم كتير جداً طبعاً كلهم أمتعونة وكلهم أصحاب قدرات عالية لكن يبدو أنه في جيل كمان جديد بيظهر وبالتأكيد هيكون فيه منافسة إيرلينج هالاند في إنجلترا كيليا نيمبابي في فرنسا كفارة خيليا مش قادرة استبعده من المشهد طبعاً جناح نابلي رافاقاليا أو جناح الميلان مين من دول شايف أنه يقدر يستمر وإذا أخترت اسمين فقط ممكن يكونوا الورثة الشرعيين لكريسيانو رونالدو وليو ميسي في السنوات الجاية ممكن يكونوا مين بالنسبة لي في الوقت الحالي الوريث الشرعي والحالي هو كيليا نيمبابي بالنظر لكل الإمكانيات التي يمتلكها كيليا نيمبابي ما يحتاجه فقط هو أن يصل لنهاء دوري الأبطال أو أن يصبح قريباً من لقب مثل دولي الأبطال لكي ينافس بكل قوة ويأتي من بعده بكل تأكيد هالاند ولكني أعتقد أن الفائز بدوري الأبطال هو الذي يكون المرشح الأبرز لأفضل لعب وشاهدنا كيف كان سيرخي وراموس رغم أنه مدافع ولكنه كان أحد المرشحين لجائزة أفضل لعب كون على الرغم من أنه مدافع ولكني أعتقد بكل تأكيد أن هالاند ومبابي سيكون لهم الأفضلية أرجع معك للبداية تاني فالينسيا اللي انت حققت معها ألقابه أعتقد منهم لقبين ليجا يعني أنتوا الجيل بتاعكم الحقيقة جيل تاريخي لفالينسيا الخفافيش أعتقد دانك نيم للفريق وعارف أنه مدرسة فالينسيا في الإدارة دايماً بتفكر في أن نجوم فالينسيا يتولل مسؤولية القيادة الفنية للفريق ما تعرضش عليك أو مكنش قريب في فترة من فترات أنك أنت أعرف أن ليك تجربها في كندا أعتقد توليت المدير الفني لأحد الأندال كنداية لكن ما تعرضش عليك أو مكنش قريب من تولي القيادة الفنية لفريق فالينسيا قبل كده لقد حظيت بفرصة التدريف في فالينسيا ولكن في الدرجات الأدنى لمدة ست سنوات وإمداد الفريق الأول ولكني أعتقد أن عملي مع التلفزيون حالياً هو الأمر الذي يستهويني تحليل كرة القدم من نظر أبعد ومن نظرة فوقية هو ما يستهويني حالياً ولكن من يعلم عندما أعود للتدريب مرة أخرى قد أكون مع فالينسيا ولكن مستقبلي الحالي في التلفزيون بما أنك أنت بتتابع وبتحلل الكرة العالمية يهمني أسألك عن اليورو وعلى حظوظ منتخب أسبانيا واحد من أقوى من ثلاث منتخبات من وجهة نظرك في الوقت الحالي المرشحين للفوز بأي لقب سواء بطولة أوروبا عن مستوى الأوروبي أو حتى بنتكلم على كأس العالم في نسخته الجديدة عشرين ستة وعشرين أعتقد في أوروبا إذا كنا نتحدث عن كأس الأمم الأوروبية نحن نتحدث عن المنتخب الإنجليزي لما يمتلك من إمكانيات كبيرة ومن اللاعبين ولا يمكن أبداً استبعاد منتخب ألمانيا وبالنسبة للمونديال لا أعلم لأننا كنا نتحدث عن ما قبل عن ميسي وكريستيانو ولكن هناك تغير في الأجيال في الوقت الحالي ولهذا فعلينا الانتظار لوقت وموعد المونديال لأنني بكل متأكد من أن الصورة ستكون متغيرة ولكن ننتظر في الأشهر القادمة لكي نرى كيف سيكون مستقبل الكرة الأوروبية والعالمية على مستوى المديرين الفنيين أسبانيا بتملك عدد من الأسماء الحية على أعلى مستوى في المقدمة بيب جورديولا طبعاً وأيضاً لويس أنريكي ما داشت استبعده من المشهد وأعتقد أنهما امتداد لجيل عظيم من المديرين الفنيين الأسبان لكن هل تعتقد أنه منتخب أسبانيا مع تجديد الدماء ومع الجيل الجديد في حاجة مثلاً قبل كاس العالم عشرين ستة عشرين لحد بحجمه وبقيمة بيب جورديولا لقيادة المنتخب ولا أنه قصة نجاح جورديولا فقط تقتصر على الأندية وقصة المنتخبات ممكن تكون نتائجها يعني مختلفة أعتقد أن جورديولا لن يستمر كثيراً مع منشستر سيتي لأنني أعتقد أنه قدم كل شيء مع منشستر سيتي والحديث عن فوزه بلقب دور الأبطار في الموسم الماضي أعتقد أن الأمر المحتمل الأقرب هو أن يكون مدرباً لمنتخب إنجلترا أرى هذا الأمر لسيما وأن هناك تغير في الأجيال وجورديولا يستطيع أن يعمل مع هذه الأجواء ولقد شاهدنا ما حدث مع برشلونة والآن مع منشستر سيتي ولكن في كرة القدم كل أمر ورد كمان شاهدنا تغير الأجيال على مستوى اللاعبين فقد نشاهد أيضاً تغير في الأجيال على مستوى مقعد المدير الفني هناك فراخة في فالنسيا كمدرب شاب ولهذا أعتقد أن المستقبل سيكون إما للويس أمريكي أو لجورديولا ميجيل عن خيال مستوى نجم أتلاتكم مدريد ونجم فالنسيا السابق بشكرك شكراً جزيلاً على مشاركتك كل التوفيق الأندية الأسبانية هنا في مصر هنا عندنا الآهلي والزمالك يمكن يكونوا أكثر الأندية الشعبية معظم الجماهير منقسمة بين الأندية الأسبانية يمكن الغالبية العظمة طبعاً باشلونة الريال وأيضاً أتلاتكم مدريد بشكرك شكراً جزيلاً نتمنى دايماً التوفيق للكورة الأسبانية والمنتخب الأسباني ولي عندها الأسبانية وخصوصاً برشلونة باشكرك شكراً جزيلاً طيب نستقبل نجمنا بقى الكابتن الكبير كابتن مار هماما عشر رفهم في السادسة لكن بعد الفاصل عندي كلام كتير عن الأهلي بما أنه إحنا لسه برضو نعتبر في بداية موسم لكن السخونة الأحداث زي ما بيقولوا والدراما الحقيقة في الموسم قريبة جداً وبالتالي مهم جداً نشوف واحد إيه أهم الفوارق بين الأهلي الموسم ده وبين الموسم اللي فات والقصة هنا مش قصة صفقات بس لكن قصة طريقة لعب وقصة فكر مارسل كولر وخد بالك وانت بتتفرج حتى على الصفقات الجديدة طبعاً صعب خلينا نتفق أنه صعب جداً نتقايم صفقة من مطش أو من مطشين لكن العين بتفرق الخبرة الكبيرة اللي لعبت ووجهت عدد كبير من النجوم وعندها مشوار كبير مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر على مستوى كلاعب وعلى مستوى كمدرب يقدر يشوف ويقايم ويشوف اللي احنا يمكن ما نشوفوش أو اللي زي ما بيقولوا بين السطور خلونا يرحف البداية بكابتن مار همام قبل ما أفتح معاه ملفات زي ما اتفقنا منتخب مصر والنادي الأهلي في الموسم الجديد مثل أخير كابتن مارسل أهلاً ليك حبيب ربنا أكلم طيب كده يكون إن شاء الله الأهلوية كلهم عندهم طبعاً يعني احنا دايماً متطمنين للأهلي حتى وإحنا حاسين أن احنا مش في أحسن أحوالنا راهنا على الأهلي دايماً كبير لكن مساحة الاطمئنان السندي والثقة إحساسي يعني الشخص اللي بشوفه عند الناس إنها أعلى شوية من الموسم اللي قبل كده ليهم حقاً ليهم حقاً طبعاً بلوك لسان طيب للسادة المشاهدين وجمهور مصر وبالأخص جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان ليهم حقاً يعني جمهور النادي الأهلي يتطمن الموسم ده على قد منه هو موسم صعب بعدد مبارياته بالمنافسات اللي فيه بالبطولات اللي فيه لكن المؤشرات أو البداية يحمد بتدي طمأنينة بتبعت رسائل لجمهور النادي الأهلي الزكية المصقفة الوعية اللي بتبدأ بتحس أن فعلا النادي الأهلي الموسم ده هيقدم عروض أفضل من الموسم المضيئة وفي نفس الوقت كمان الموسم الماضي كان موسم بالنسبة لنا يعني إنجاز وإعجاز بيحسب الإجاز الفني وإجاز الإداري الطبي اللي عابين مجلس إدارة النادي الأهلي ميستر كولر اللي طبعاً نراهن عليه من البداية وقلنا الرجل المناسب في المكان المناسب الاختيار الجيد بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي بيقدر كابتاً محمود الخطيب كولر هو رجل هذه المرحلة وشوفنا أن كولر من أول ما بدأ مشواره مع النادي الأهلي واضح أن الرجل عنده إصرار عنده عزيمة عنده شفافية عنده عدالة عنده علم نفس رياضي بيتعامل به مع لعيبة منتهى الشفافية وذلك دي بقى كابتاً مهر أنه أنت بتكلم على جماهير دايماً بتقف على الوحدة يعني جمهور النادي الأهلي تبقى كسبان الصبح بطولة أفريقيا وتيجي بالليل تتعدل في مطش مثلاً في الدوري تبقى الدنيا تقوم وبتعطش يعني ما فيش حد وده يمكن واحدة من الحاجات اللي قالها بيتشو مسلماني بعد ما راحل لأنه في حالة ضغط رهيبة أنا بأفوز ببطولة أفريقيا وبروح أكسر الدنيا في كسر عالم وارجع أخسر مطش في الدولة الدنيا تقوم بتعطش يعني مع الحالة التواهج اللي حصلت كولر في إحساس أنه من أول موسم في كامية وفي سقة حصلت من الجمهور في اسم مارسل كولر بشكل كبير حتى ردود الأفعال بعد خسارة السوبر ما كانتش مثلاً يعني زي ما حصل قبل كده في أي خسارة النادي الأهلي لأي بطولة تفسيرك لده إيه؟ التفسيري أن المنظومة ككل واضحة وبتشتغل بوضوح وبتنقل الشغل ده الجمهور العظيمة اللي وراه فعشان كده الجمهور عنده ثقة كبيرة جداً في هذه المنظومة آآ ضعت بطولة في بداية الموسم يمكن الرجل طلع وتكلم وقال من ضمن الأسباب أنا اللعيبة عدم التركيز الثقة الزائدة عدم احترام الخصم ودي كلها دروس يا أحمد اتنقلت للجمهير المصرية اللي هي عندها وعي وجمهير جمهور العظيمة عندها وعي بشكل كبير جداً وحس بإحساس هؤلاء اللعبين لكن الأجمل بقى أن النادي الكبير نادي القرن نادي العظيم نادي البطولات ده محطوط تحت استرس هو وجهازه الفني ولعيته وجمهيره على طول لأنه خلاص هو هو تخلق كده وتحط كده وتنظم على كده وهو اللي عمل الحالة الجميلة اللي موجودة في القرى المصرية اللي فيها السعادة وفيها الطمأنينة على أداء اللعبة النادي الأهلي إذا كان بالنسبة لمنتخب أو بالنسبة للنادي الأهلي وعاز أرجع أقول لي أحمد أنه كمان حتى بدايتنا واستفادتنا من الدروس اللي احنا أخفقنا فيها أو اللي احنا خسرنا فيها بطولة السوبر انعكس أنت على طول بسرعة على الجهاز الفني واللعابين وده اللي بان في الماتش المصري ده اللي بان الشغل اللي الراجل عمله من بداية فترة العداد في النمسا ودخول اللعيبة الجدد مع الخبرة مع اللعيبة الأديمة مع المنتخب مع المنتخب اللومبي كل ده دخل يعني لحمة واحدة في سبيل إخراج الشكل اللي احنا شفناه في موراة المصري فموراة المصري يعني كانت رسالة كبيرة جدا لكل الناس النادي لأهلي قادم وقادم بقوة وقادم بتركيزه وقادم بتاكتكو وقادم بأسلوب لعب جديد زي ما تذكرت حضرتك في كلامك واللي بيأكد كده كمان ان ميستر كولر بعد المباراة سان جورج راح بيطب من الجمهير لان فعلا الراجل عنده عروض ودي عروض فعلا موجودة تلقى مهمة جدا تلقى هي الجمهير هي اللي نادت على مارسل كولر ومارسل كولر راح لهم اللي توجه ليهم وبيأكد بيأكد ان انا موجود مينفعش اسيب النادي الصرحي الكبير ده والانجازات اللي انا عملتها تاريخ مستر كولر انا في رأيي حيتبني مع النادي الاهلي من ناحية البطولات لكن انا طبعا له تاريخ في اوروبا وا 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 لكن البطولات هاي اللي بتتكلم فالنهاردة تاريخ النادي الاهلي عامل حالة لأي مدرب يا هناء يا سعده اللي بيشتغل مع هذه المنظومة مع هذه المؤسسة وحتى كمان مع اللعبين والعظام اللي موجودين في هذه المرحلة فهو راح يطمن الجمهور ان انا قاعد ان انا باقي مقدرش تسيبكم مقدرش تسيب الشغل الجميل وخليه اتفق انه اي مدير فني جوه النادي الاهلي هيبقى محط لانظر ناس كتيرة جد يعني وخصوصا لما طبعا دي اللقطة اللي راح فيها الجمهير النادي الاهلي نادت عليه نادت على مارسل كولر والمارسل كولر فيها استجاب لجمهور النادي الاهلي وتوجه لتحييتهم لقطة في منتهى الزكاء من جمهور النادي الاهلي انه يندع على مارسل كولر ويدي له يعني نوع من انواع التكريم الجمهيري الحاجات دي بتفرق جدا جدا بالذات مع والله مع اي حد مش بس مع مش اقولك وتقول مع الاجانب لكن مع اي حد فكرة انك انت تبقى حاسس انه الجمهير عارفة يعني دورك وحجم الاضافة اللي انت عملتها وحسب اخلاصك وانت معك حقيقي دايما الجمهير كابتن مار عندها ترمومتر عندها مقياس كده تقدر تعرف اللعيب اللي بيلعب ده بيلعب من قلبه عشان الفانيلا ولا جاي قدي دوره وظيفة وخلاص المدير الفني اللي شغال ده جاي شغال وهو حطت قدامه الجمهير ولا جاي يعمل تاريخ لنفسه ويكون محط اهلي محطة لحتة تانية وخلاص فالجمهير من الزكاء انها تتعامل دايما وانا بحسب ليهم الحقيقة اللقطة دي في بداية الموصل وجمهور يحمد جمهور الناد الاهلي الاجيال دي زكية جدا وعندها ثقافة ووعي بشكل كبير وزا ما انت قلت بتحس مين اللي بشتغل بقلب ومين اللي عايز يعمل انجازات ليه والمؤسسة ومين اللي حابب بهذا المكان فالرجل ده بصراحة من اول ما جيت حس بالطمانينة تحس ان الرجل ده جاي فعلا عايز يكتب تاريخ لنفسه مع الناد الاهلي وفي نفس الوقت كمان يعمل تاريخ ليه الناد الاهلي فالجماهير اللقطة دي يا احمد دي لقطة بصراحة يعني تتحط في سجل مستر قولر وفي تاريخ الناد الاهلي الجماهير الوعي اللي وراء لهذه المنظومة الكبيرة جماهير يعني فاهمة فاهمة كويس قوي امتى الناد الاهلي مش كويس امتى الناد الاهلي كويس امتى الناد الاهلي حيقوم امتى الناد الاهلي عايز مساندة امتى اللعبة دي عندها ثقة محتاجين ان احنا نوف جنبها امت العبادة عندها اخفاق امت العبادة عندها جهاد فكل ده كلام بقى غير اجيال نحن النهاردة احنا في منظومة في منتهى الزكاء في منتهى الوعي فالرجل طبعا راح لبى نداء الجماهير طبعا ما كانش عارف ان الجماهير بتنده عليه فدكتور خالد اعتقد هو اللي قال له امور بينده عليك وعايزك فقال له طب تعال ان روح لهم قالوا لا اللقطة دي بتاعتك انت طب حالد حتى يمكن حكى الموضوع ده على السوشال ميديا وقال انه صور اللقطة دي من بعيد صور مارسل كولر وهو راح لوحده اللي يستقبل الجمهور ويمكن حتى في سياق الكلام بتاعه قال انه الراجل ده بالنسبة له هو شخصيا شخصيا ملهمة جدا بالنسبة له قد ايه هو استفاد يعني قصة مش قصة انه بيقوم بس بترجمة لكن التعامل مع مارسل كولر يعني اضاف ليه او افاده بشكل كبير جدا في حياته يعني عايزوا لحاجة يا احمد زمان كده لما انا كنت مشغال مع الالمان هولمن ثلاث سنين وتسوبر ثلاث سنين احنا جان علينا فترة الالمان هما فايتسا الاول صح فايتسا قبل كده فكانوا الالمان هما اللي موجودين في المرحلة دي طب تسمح لي اوف في الجزئة دي وهاسمع بقى نرجع بالذكرات كده شوية ونفتكر مرحلة الالمان هنروح بس الفصل سريع كابتن مهر ونرجع نكمل كلام يعني مع حضراتكم مرة تانية في سادسة وبشرفنا نجم الكبير كابتن مهر همام والحقيقة يمكن يعني كنا قبل الفصل هيتكلم على مرحلة الالمان في النادي الاهلي والخبرات الكبيرة طبعا اللي هما اضفوها للقصة مش قصة كورة بس خدوا بالكم طبعا انت بنسبالك كجمهور قصة الكوتشنج دي مدير فني بشتغل شوية تدريبات ويجي قبل المباراة يختار حداشر ينزلوا ويقول لهم على طريقة اللعبة هنلعب بكذا كذا كذا خد بالك من كذا وانت بتحركوا قصة وكان الله يعني بالسر عليهم لكن القصة اكبر من كتب كتير وبالذات لما تكون هيتكوتش في نادي بحجم النادي الاهلي سكوات بتاعك كلهم نجوم الجماهير بتاعتك وقفلك على الوحدة مش مستنية مطش صغير مطش كبير مستنية منك فوز واداء وعروض ويامه مدربين جابوا ألقابه ولم ينالوا ورضى جماهير النادي الاهلي وبالتالي المعادلة في الاهلي دايما غير نرجع لقصة هبتدي بالألمان كابتن نماهر قبل ما ادخل معك في قصة يعني ايه مدير فني النادي الاهلي خليني يبدأ معاك بالفلاش باك ونا قبل الفاصل بتقول لي في التسعينيات بقى تسوبل وراينر هولمان الاثنين طبعا من المدرسة الألمانية اللي جمت وقال له مسألة النادي الاهلي ومن قبلهم طبعا ديتريتش فيتسا قبل ما ننال هيتكوتش عاز اقولك وانا شغل مع الألمان كنت اطلبت من كابتن صالح كان نوتاها رئيس النادي الله رحمه فلتقول لك كابتن صالح عاز اطلع مع بير مونيخ او فرقة من الفرقة الألمانية الكبيرة فقال يهمه ده انا جيب لك الجديد عندك قالك يهمه يهمه اه بيدلعني يهمه انا جيب لك الجديد عندك اعجبك شوفه بيتكلم ازاي بيأكل ازاي بيتعامل ازاي في السوشيال ميديا بيتعامل معكم ازاي بتعامل مع الجهاز ازاي بتعامل مع الجمهير ازاي التحضيرات في شغله مش زي ما انت قلت ياحمد كده هو مش جاي يعمل تمرين او حيتيك على الله لا شوف هو جاي اليوم الكامل جاي من الصبح الساعة سبعة وبعدين بروح الساعة سبعة اليوم الكامل ده فيه فترتين تدريبات منها حاجات علم النفس منها حاجات تكتيكية منها حاجات خاصة لا شغل 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 يعني قوي جدا وجامل جدا فقال لي أنا جاي بالجديد جنبك قاعد انت قعد تعايش معاه شوف الراجل ده في المواقب بيعمل ايه شوف هو بيأكل بيأكل ازاي شوف هو بيكلم مع العيبة بيكلم ازاي شوف اللي بتعامل في العامل النفسي مع العيبة بيتعامل ازاي شوفه بيحضر ازاي مشاكل بالضبط خبرات يا أحمد خبرات وعلم موجودة جنبك بتستفد منها بس مش كل مديرين فنيين اللي اجرب كده كابتن ماه يعني ممكن حد يقولك فيه مديرين فنيين جم اشتغلوا ما حسناش بيهم وفيه مديرين فنيين جم قاعدوا هنا حتى بعد ما مشوا من نادي الاهلي فقدروا فضلوا قاعدين ومربعين والناس عمرها ما تنسى فترة وجودهم ما هو الفرق بين بقى الهيد كوتش يعني احنا على مدار التاريخ هتلاقي الهيد كوتشات اللي جات اللي قصارت بشكل كبير جدا في منظومة النادي الاهلي في الجماهيرية واللعيبة والنتائج والبطولات هتلاقي مثلا ايام نحنا في جيل السبعات الهيد كوتش وبعدين كله تشاي سنة برضك قصار بشكل كبير جدا وبعدين جيه فيسا الانماني سنة انت اشتغلت معهم لغاية فيتسا طبعا قبل كدب اشتغلت معهم كلاعب لاعب وانده كنت لاعب بتكتسر خبرات طبعا عظيمة في خلال اللعب لما بتتنقل بعد كده وتشتغل في التدريب مع هؤلاء العظماء بتوبع حاجة تانية يا احمد انا في رأيي السنة بخمس سنين السنة بخمس سنين بخمس سنين مع الكوتشات دي وبعد كده طبعا منولجو زي الرجل العظيم والله وليفة مرحلة فيتسا برضو فيتسا سنة واحدة ومع منتخب اعتقد فيتسا الشغل مع المنتخب اه مع المنتخب وبعد كده طبعا منولجو زي وفيتسا ماشي عشان او يعني ما كانش عنده لربا في الاستبرار عشان قصة الدوري اعتقد هو الرجل الرجل قال لهم انا يعني دوري واقف وماخد فلوس مش من حقنا ان اخدها يعني فحطر ان انا يعني يعني وبعد كده في هولمن في هولمن وبعدين تسوبل لكن برضا ما كانوش وفيه ألن هارس في النص وألن هارس ما كانوش بعظمة الهيد كوتش اللي احنا نسكر معهم اي فانا عايز اقول لك اني يعني طبعا يا هنال حديدي كان بيحكي لي مرة على مطش فالاهلي كان بيعمل مطشات يعني في مرحلة التحضير والاعداد للموسم كان بيسافر دائما بره فأول سيزن يمسك هولمن مع النادي الاهلي رايحين يلعبوا ومع فريق في الدولة الألمانية كان جايب تقريبا مركز خامس فهولمن بيقول للعيبة قبل المطش يعني في المحاضرة وكده يعني انتم ما تقلقوش من النتيجة ما تفكروش في النتيجة ممكن نخسر أربعة ممكن نخسر خمسة ما تقلقوش وإحنا جايين بنحضر للسيزن الجديد وعايزين نعمل شغل معين أو نتفع على شغل معين هو ده المهم ان احنا ننفذه ونطلع به من المطش فكابتن عامل يقول الأهلي نزل الشغط الأول واحد والشغط الثاني الثاني والأهلي طلع كاسبان مطش 2-0 والدغير انه هلما النفسه ما بقاش مسدق يعني الأهلي يكتر خمسة دولة تفاجئ بالظبط في تحضير وعداد ففي أوقات كتير جدا برضو المدير الفني ممكن يبقى وخصوصا لما يشتغل مع نادي زنادي الأهلي يبقى جاي مش مدرك لإمكانيات النادي مش مدرك لطبيعة المنافسة مش مدرك لحجم الجماهيرية وده يعمله ضغط يخليه في أول سيزن على العكس تماما ده حصل مع كولر طبعا ده ديتريت شفيتسا صورة طبعا قديمة شوية ولما جي الأهلي جي أكبر من كده شوية لكن طبعا واحد من المدربين اسمهم ما يتنسيش يعني ما عادش كتير آه لكن اسم ديتريت شفيتسا ما يتنسيش زيه زي طبعا كتير من الأسماء اللي عاشت معه وبعدين يعني كل المنظومة اللي حوالين شغالة ما حوالين هذا كوتش استفاد استفادة كبيرة بس هو في الأهلي يا كابتن مهر هو يعني صاحب الأمر الأول والأخير طبعا طبعا عشان هو الأمر الناهي بتساعدك المؤسسة حطة إديها في ظهرك يعني مجلس إدارة كاب صالح بأول اجتماع لينا مع مستر هولمل قال أنا عايزكم أنا عارف أنه حتنجحوا الراجل ده ازاي حتساعدوه على النجاح ازاي وإحنا معاكم حاطين إدينا فالمنظومة ككل بتبقى حطة إديها في نجاح نجاح لا أعصد أقول كمان قلية العمل وتوزيع الأدوار بالضبط يعني الراجل ده معاجه هاس فني كبير جد يعني أنا فاكر لما جي ريكاردو سواريش الأهلي وتعمل نادي عمل مؤتمر التقديم بتاعه كان جاي بجهاز فني ما شوفتش عدد زي ده تخصصات تقالي مارسل كولر كمان يعتقد أنه وصل لنفس العدد وبيدي كل واحد المساحة والصلاحيات والناس دي ما بتحذرش بالضبط يا أحمد هو ده التخطيط اللي بيتبني من خلال الراجل ده مش من أي حد فالراجل ده هو اللي بيخطط لي جميع الأجهزة اللي بتعاونه في هذه المهمة عشان كده تلاقي دكة النادي الأهلي دكة منضبطة محدش بيقوم زي ما احنا بنشوف كده يعني في دورينا الجميل ده تلاقي مساعدة المدرب بيقوم بيوجه تلاقي اللعب بيقوم بتاع العلاج الطبيعي بيقوم تلاقي حتى العامل بتاع غرفة الملابس بيقوم حقيقة والله يا أحمد وانا عايز بقول لك حاجة لازم ناس تاخد بالها بالذات في بداية الدورينا الجميل ده الدور المصري لازم الانضباط يبقى من خلال الدكة بمعنى بمعنى ان المدير الفني بس هو اللي بيتكلم بيتكلم مع الحكم بيتكلم مع العيبة جوة بيتكلم مع الدكة بره فدي كلها تخصصات المدير الفني وهم شطر في الحتة دي بيتداروا بسرعة بيروحوا عاملين انضباط جابوا لنا عليش وإحنا بنتكلم على الدكة جابوا لنا صورة طبعا هيدوكوتي وكابتن محمد خطيب فالانضباط اللي على الدكة ده مهم جدا جدا ليه بقى ومدارسة كابتن مهد يعني فيه مدير فني مدرسته انه مدام انا ما اقف على الخط خلاص خلاص انا انا وفيه مدير فني داني سايب سايب الدنيا بترجع للشخصية باي حبيد شخصية اللي تكوتش الشخصية القوية اللي اللي لديك ولا فيه ناس من الجمهور ممكن يقولك ما ترجع للثقافتنا ما احنا اصحنا مرائب المباراة والجهاز الفني بتاع الفريق المنافس قايم والحكم عايز حد يكلمه يعني مناش دعوة بيه مناش دعوة بكل المنظومة دي احنا لنا الملعب لنا التسعيندية لنا المكسب لنا الاداء لنا تعليماتي للعيبة انا قررت صح القرار الاول والاخير ليه الشخصية بتفرض نفسها وعازو لك يا احمد ان الاحتقان اللي بيحصل فوق في المدرجات سبب الدكة لان الدكة هي اللي بتنعكس على الجميل فوق لما بيشوف المدير الكرة بيبدأ يحتج على الحكم ويبدأ يشوح ويبدأ وبعدين اللعبة بتبدأ تخبق وبعدين الرجل على الدكة يقوم يبدأ يشوح هو عايز تخاني وانحنا شوفنا افتكر في الاسبوع ده في بيرمد زيمكن والزمالك حصل التحام بين الأجهزة الفنية معقولة بقى احنا القدوة القدوة اللي موجودة داخل البصات الأخضر للعيبة والحكام فانا شايف مهم جدا جدا النفوق عشان يحصل أمان للجمهير العظيمة اللي جاية ان بفيه انضباط داخل الملعب من الدكة وانضباط داخل الملعب من اللاعبين واللي اتعدى حدوده لازم يبقى فيه ليحة قوية دي موجودة في الناد الأهلي اللي بتعدى حدوده على الدكة بس دي مش مسؤولية أندية يعني اذا كان الأهلي البنش بتاعه منضبط بحكم انه فيه حد على راس الجهز اسمه مارسل كولر فارض حالة معينة ومحدد أدوار معينة ومدير صلاحات معينة ومدير كرة طبعا كابتن خلد بيبقى لكن قصد أقول القصة هنا مش قصة أندية برضا قصة كرة وقصة ربطة أندية كمان وربطة الأندية ومسابات لازم يحطوا معايير وحطوا ليحة الجزئية دي لازم وتبقى تعليمات من بداية زي ما هو بيدي التعليمات الحكم للعبين داخل الملعب قبل هو للانضباط عموما مفتقد في ملعبنا ما هو إحنا طول عمرنا يا أحمد أن الجانب الإداري في اتحاد الكرة ضايع من جهة سنة يعني إحنا كنا أنا فاكر كويس جدا كلام ده مش تريخ يعني كلام ده قريب مش بعيد إنه إنه إحنا في 2006 نمهور الكرة في مصر عملنا قدام العالم كله بالزبط طابلو في إزاي تنظم مطشط بطولة أفريق جماهير الكرة المصرية قدمت طابلو أكتر من روع كان المفروض ناخد من ده ونبني عليه والصورة اللي اتشافت في 2006 في ملعبنا في مصر هنا تبقى موجودة في مطشط الدول بالزبط ومطشط الكاس ومطشط أفريق يعني نبدأ نقلد نبتدي بقى نشوف النهاردة بنشوف في إنجلترا أسر أطفال ناس كبيرة رجالة وستات في ملعب كورت القدم والصورة أكثر بسيطة أقول لك أحمد الناس بتنسى الناس بتنسى فمحتاجة اللي يفقرها فأنت النهاردة تقتل ما الدنيا فيها شبهة انفلات يا كابت المهر فيه كتير جدا نفسهم يروحوا مش هيفكروا يروحوا فاهم مصدي يعني لكن انت تقدر تعمل تقدر ولازم يعني كلمة السبات الانفعالي دي مش كلمة كده بس احنا بنقولها لازم تنعكس على كل المنظومة السبات الانفعالي يعني أنا زي أمسك نفسي وأنا عصبي يمكن احنا من بره شايفينها سهلة لكن الناس اللي جوا شايفها صعبة شايفة انه تطبيق الكلام ده يعني ضرب من الخيال أو يعني حاجة حاجة مستحيلة ما هي بقى يا أحمد لازم زي ما انت بتحلل المباراة بعد نهايتها برضك الحاجات دي لازم تتحلل بعد نهايتها النهاردة حصل حصل انفلات على دكة يعني أنا أقول لك المباراة اللي قال لك عليها عمر دي احنا كنا أول مرة نشتغل مع هلما بقى مباراة بقى خايفين جدا مباراة والترتيب الخامس مش فاكر الاسم الفرق وكنا وكنا عصبين جدا جدا احنا الجهاز أنا وثبت البطل وإكرامي واللعيبة يعني غصبنا عنك بقى اول ما دخل هلما بين الشوتين عمل اجتماع لينا مش للعيبة للجهاز وقال يا جماعة لو حنستمر بكده لا حيبا في كلام كلام حيزعالكم من من بداية اليوم ده وبعد ما خلصنا الماتش وروحنا عمر محاضر لينا احنا حط المعايير بقى والانضباط للدكة من خلال تعليمته هو اه يا جماعة لو عندك معلومة قولها المحسن تنطوي ومحسن يقولها لي وانا أعد أفكر فيها ووزنها وشوفها اه ولا لا لكن انت عشان تقوم وتتعدى وتروح وتقول للعيب كذا كذا الكلام ده مش حيمش معايا ودي كانت من ضمن الخبرات اللي احنا اكتسبناها من خلال انضباط الدكة من خلال المدرين الفنين العظام اللي احنا اشتغلنا معاهم فدي حاجات بتبقى تبعا من شخصية الراجل مع طبعا مساعد المدير الكورة خالب بيبو او سيد عبد الحفيظ لكن مش بالخناة الناس تقول لك ايه قص سيد كان ويورعين الحمراء للحكام يا جماعة لا لا احنا اكبر من كده وخالب بيبو هادي ورجل الرزين لا يا جماعة دي كلها تعليمات المدير الفني لو هو عايز مدير الكورة يطلع ويورعين الحمراء حيقول له كاي واخد بالك مش عايز خلاص حيبقى امتسل الدكة والانضباط اللي احنا موجودين عليه كورة بقى شايف فيه اختلاف يعني احنا سايح ملعب نشغل ثلاث مطشاط الموسم ده سيبك من المطشاط الودي لك بكلم عن رسمي هل شايف فيه اختلاف في الاهل السندي او في كورة الاهل السندي عن الكورة اللي قدمها مع كلها السنة اللي فاتت هو هو الاختلاف يحمد للأحسن نتيجة الاختيارات اللي انت اضفتها اللي احنا كلنا بنطالب فيها عايزين اختيارات دم جديد يقدر ينشط لنا المرحلة اللي جاية الصعبة اللي احنا رايحينها فالرجل طبعا باختياراته ونظرته ورؤيته واختياره للخريطة اللي هو عاملها في بعض الاماكن كان محتاج انه هو يعني يلاقي لعيبة تناسب فكره وتناسب المرحلة اللي جاية مكسب كبير جدا امام عشور في نص الملعب بصراحة يعني من ضمن الحاجات اللي حسستنا ان حمد فاتح ممشيش ان امام ده تكملت الحد فاكلي ويمكن بافضل من التحضيرات من تحضيره للهجمة من متابعته ليها من السيست اللي بيشتغل عليه من ضمن التصويبات كمية الجري اللي بتتعامل من البوكس للبوكس حاجات كلها فيها احترافية حاجات فيها كلها مكسب فيها زكاء من امام عشور وده لسه يعني امام هنتفرج عليه في الفتر اللي جاية بشكل كبير يعني بتهالي فيه لعيبة كتير لسه يعني احنا طبعا العرضين اللي قدمهم الاهلي المصري وسان جورج مرضيين لجمهور النادي الاهلي لكن فيه احساس انه القمشة دي تطلع اكتر بكتير لسه مجناش وده وده جزء مهم من الكلامي معاك النهاردة ازاي نيجي بسرعة لانه عندناش وقت انت عندك كمان شهر من دلوقتي كمان اقل من شهر بريك صغير وتخش في كاس العالم فدول اصعب مواجهتين بطلتين السنة دي حتى اصعب متشامبيونز ليج صح ولا ايه بالظبط تمانية الكبار في افريقيا والسبعة الكبار على مستوى العالم اختبار يا احمد حيب اختبار قوي طبع بس خلينا اخد برضو تقييمك طب انت اتكلمت على امام خلينا اخد تقييمك ريدا سليم ريدا كمان حاجة جميلة جدا سرعة وقوة وقلب يعني تحس ان ريدا يعني ابن مبناء النادي الاهلي طالع من تحت بينافس بيرسيتا ولا بينافس حسين الشحات هم كلهم بينافسوا بعض انا عارف انا عارف بس انت شايف انه يعني يعني خلينا نقول انه لما قول على حسب المستوى مش حسب الامكانيات انا شايف انه امكانيات الاجنحة بتاعت الاهلي كلها عالية ويميز اجنحة الاهلي ان كل واحد ليه ستايل يعني الشحات سكة تو سكة تانية خالص ريدا سليم سكة تالتة عبدالقادر سكة رابعة لو انا اعتبرت انه كهرباء وكريم فؤاد رغم الرجل يعني مش مركزهم اللي بيعتمد عليهم فيها كهرباء اساسا جنيح بس لكن دخلين راس حربة طاهر كل واحد ليه المميزات بتاعته لكن في النهاية انا شايف انه انه اكتر اتنين فائقين ممكن اقول تو وحسين الشحات بالزبط واكتر صفقة دخلة اثبتت نفسها من اول ماتش عند الجمهور مش هقرى كولر ايه ريدا سليم فبالتالي شايف ريدا لو هينافس بما انه التلاتة ممكن يكونوا الاكتر جاهزين عبدالقادر ظهر في القطاط عمل شو لطيف جدا وانا بحبه جدا عبدالقادر بصراحة بيمتعني كرة لكن في النهاية يبدو انه مش في المراكز يقوله عند كولر ممكن التلاتة دول يكونوا اقرب لكولر في مين بينافس مين الشحات وريضا ولا تا وريضا هو يعني عايز اقولك ان الخريطة اللي رسمها مستر كولر حيبدأ ياخد القماشة اللي هتناسب كل مباراة هاياخد تشكيلة اللي تناسبه في كل مباراة يعني كل مباراة هتفاجئ التدوير بقى بالزكاة اللي هو بيعمله الراجل التدوير يعني ممكن ابدأ ببيتستا وابدأ بحسن الشحات وبعدين رضا ييجي او ابدأ برضا وريح يعني حيبقى فيه ادوار للعيبة المميزة اللي هي اللي احنا كنا بنقول يا هنا يا سعد وانت عندك ورق وقماشة يحمد تقدر تدفع بيها في اي مباراة وانت متطمن وبعدين عندك دكة كمان دكة ما شاء الله تقدر تدفلك لو حصل ان الدنيا واقفة معانا يقدر الدكة اللي موجودة اقدر من خلال البدلاء اقدر اغير نتيجة وشكل المباراة فهي حلاوة المنافسة ان انت عندك ودي يعني سبحان الله مش موجودة في اي حتة في العالم فانه عنده فرصة ان يبقى كلر عنده ثلاث لعيبة في كل مكان واحنا رايحين زمان حضرتك ذكرت رايحين للأصعب فده دور مهم جدا جدا الرجل بيشتغل عليه وتملل الرجل يقولك ان انا تملي اشتغل على كل محطة انا رايح لها باسلوبها بطريقة لعبها بأداء اللعبين وحاجة جميلة كمان نحمد يقولك انا حلعب اللعيب الجاهز اللعيب اللي بينافز اللعيب اللي منضابط كمان نسينا تضو تضو كريستو ايه ابيبا نظهر على الشاشة اه يعني انا انا كمان عايز اقول ان دوت ده برضا لعيب من اللعيبة اللي لازم تاخد فرصة خلال الفترة اللي جاية لانه برضا لعيب عنده امكانيات كبيرة جدا ده مشروع جوهرة مشروع هاي مشروع جوهرة وبعدين يا احمد انا ضد ان حد يمشي يعني تملي هنا معاك كنت اقول لك ايه احنا محتاجين طفر كل لعيب الفترة اللي جاية بلغة القورة احنا محتاجين 25-30 لعيب بصراحة لان احنا رايحين لمرحلة في منطقة الصعوبة اللي في الدنيا فالنهاردة ده مش محتاجه لا احتاجه ده مش جاهز لا ايجهز ده ثابت وجوده يزيد اكتر الحتة التانية كمان يا احمد مهمة رأس الحربة اي مهمة جدا مودس اه مودس مهمة جدا ان طبعا ياخدوا الثقة اي ويبدأ يخش لمرحلة اللي جاية لان احنا محتاجين بشكل بير جدا خصوصا ان هو لعيب مميز داخل الصندوق لعيب بيجيد داخل الصندوق عنده العاب الهوى بيجيد ضربة كرة بالرأس بيجيد بيحرز منها اهداف قوي عنده متابعة في كل كرة محطة اسست يعني طوله مية خمسة وتمانين مية تسعة وتمانين قوي بيجيد تصوير برجلين الاتنين فمحتاجين المكان ده يبدأ ينور بسرعة وده دي تمرين تبارح انا قلتلكم نهاردة ميستر كولر اللي بشعر طويل ده كباكا عتا كباكا برضك من الدم الجديد اللي الراجل كمان اتفاجأ بيهم بصراحة يعني عشان كده ضموهم مع هو من اللعبة المتقلقة مع القطاع تحت ايه مع القطاع وبصراحة ولاعب مباشر ايه انا شايف انه هو سوء ضم قبل كده معتاز محمد اه وضم زعلوك فوالح الممتبع ومكتم بالعناصر اللي تحت كمان بالقطاع اللي تحت ايه وطبعا هو على تواصل بينه وبين طبعا وليس سليمان وبادر رجب وخصوان المباراة الحبية كمان يحمد بدك من ضمن الحاجات اللي الرجل حاطيتها في الحزبان ان بعد اه تاني يوم على طول مباراة رسمية المباراة الحبية المباراة الحبية ديت او التراي ماتش دوت مع خصم ممكن يكون مستوى متوسط فور متوسط لكن الهدف منه ان الجهاز موجود بيتابع كل اللعيبة حتى النشئين بيشاركوا بشكل كبير وبيقدر كمان يقيمهم لان طبعا زي بقولك في المشوار حيحتاج ويخلي التيم كله رجله في الملعب يعني كله بيلعب وقت مباراة ووقت ضايع وتاكتيك وليحة عشان ما تقولش انا ما باخدش فرصتي اخد بقاك ده جزء برضو بتغالي يا مهم جدا اصلاح بشوف انه فكرة انه كانت يبقى عندك تلاتين نجم في الفرقة كل واحد من سكوادر اهلي دول لو راح فرقة هيبقى نجم الفريق صح ويحسسه بنفسه وبذاته هيبقى كبير جدا ففكرة انه هم كلهم يبقوا عندك في تيم وتسيطر وتطلع من كل واحد فيهم افضل ما عنده ومحدش يزعل او حد يتراجع او حد يعني يجيب وراء دي برضو مهارة يعني طبعا مهارة بترجع للراجل وكمان مهارة بترجع للعيبة ان اللعيبة دخل في منظومة يحمد عارفة اللي بيعمل كده هياخد كتف بره بره الصراع ده وبعدين حتة اننا اطئمص خلاص احنا لابا محترفين ولا يبا كبار منفعش اننا اطئمص بب العكس انا يعني اشجع اللجوة وتمنل التوفيق عشان لان منزل هو كمان يتبادل معايا نفس الشعور هو راجل حتى بغير احنا اعقابايا السنة دي من غير بالخمسة بالضبط خمسة مرة واحدة بيطلعوا خمسة بينزلوا والخمسة اللي بيطلعوا اللي داخلين ما شاء الله منتاز السعادة اللي في الدنيا هو ده ونزلي يلعبوا يعني نزلي يطلعوا كل واحد عايز يقدم للراجل اننا احق اننا موجود اننا ممكن اكون رقم واحد اننا ممكن ما تشالش اننا ممكن قبل لحرز اهداف انا ممكن يكون مؤثر بشكل كبير وهو ده حلاوة الشغل وطبعا الراجل في منتاز السعادة ان المنافسة دي موجودة عدو بالكم ده يقدر يحط يده ويجيب هنا يقدر يحط يده وهنا يعني مديلك حرية تصصحته الاخرانية برضو مرتبطة كان يعني مكررة من السنة اللي فاتت صحيح ما فيش شك انه الادارة دعمت محدش يختلف على قيمة الصفقات الاهلي من اقل الاندية اللي عملت صفقات والاهلي من اقل الاندية اللي صرفت فلوس على الصفقاتها يعني مقارنة ب يعني اللي جي للأهلي من صفقاته يعني انت بعت حمدي فتحي وبعت محمد شريف صحيح الاثنين دول فبالتالي حجم انفقك ما كانش كبير قوي على الصفقات يمكن مودست وزيادة عليه شوائتين هو ده حجم في فرقة تانية اشترت 13-14 لعيب على كابتن مات لكن في النهاية كقيمة مضافة احساس الجمهوري انه الاهلي لقى حصل اضافة كبيرة جدا عليه السؤال هنا بقى ونحن نتكلم على بداية موسم جديد هل الفترة اللي فاتت عملت الانسجام الكافي هل مساحة التفاهم او فهم دماغ ميستر كولر او فكر ميستر كولر ظهر على كورة الاهلي في الثلاث ماتشاط دول ولا ده يحتاج لوقت اكتر من كده هو طبعا فكر الراجل مع مرونة التكتيكية اللعبة اللي انت اخترتها هيساعدك بشكل مير اول يعني انت النهار ده لما تطلب من اللعبة اللي احنا بس احنا حتى وإحنا بنكسب المصري اربعة وحتى وإحنا بنعب مع سان جورج كان فيه فترات كتير تحس ان فيه اه بنكسب اربعة وثلاثة واه مسيطارين في الماتشين تقريبا بس كنت تحس ان فيه فترات كتير اه فيه لغبات اه ونبعد شوية اه هو ده حل لعب المصري يعني كل عشد ده ممكن يبعد شوية وبعدين يرجع تاني لكن فيه حاجات تكتكية بتتعمل واضح قوي من الراجل داخل الجيم وانت لما تيجي تقيم المباراة يا احمد بتقيم على التلت الهجومي التلتين الاولينيين بيبقى حاجات مطالبات وليلة تشتيت تحت ضغط اللي على الدايرة بداية الهجمة لكن بقى الشغل الفعلي هو التلت الهجومي اللي بيبان بقى الجمل التكتكية اللي تتعمل النهاردة عندنا مجميع من الاطراف بين قوي مجميع شغالة وبعدين عندنا من العمق فيه زيادة عددية وبعدين فيه دبل باص وبعدين فيه تصويب وبعدين فيه حاجات بالكعب وحاجات اختراق صحيح يعني بيبان شغل بصراحة الراجل بشكل كبير جدا فيه التلت الهجوم خلينا عضح بس الجزئية بتاعت انه الاهلي اقل انفاق ليه لانه لما بقصه ده اقول انه اقل انفاقا انه خزنة الاهلي دخل لها من بيع حمدي فتحي مبلغ يتجابة زي ممكن التلاتة مليون ومن محمد شريف حوالي واحد واحد وثمانية من عشرة مليون فبتتكلم تلين في حدود خمسة مليون وهو تقريبا ده المبلغ اللي تكلفته صفقات امام وامام من متلند وردى سليم من الجيش الملك المغربي فبالتالي اللي طلع من خزنة النادي الاهلي هو صفقة انتوني مودس فقط لغيره وبالتالي قياسا على ده يبقى لأهلي ما صرفش كتير في المركات وده بالزبط عندنا شطارة من الكابتن مودس كان عقده هو مباشرة لانه فري ترانسفر هو ما كانش كان عقده مرتبط مش مرتبط مع النادي تاني بس حبيت اوضح لكوزي دي عشان تبقى بقى فيه شطارة واستفادنا من الفترات قبل كده الكابتن ارباح الاهلي من طبعا البطولات اللي شارك فيها انت شاركت في كاس عالم وصلت قبل نهائي وصلت نهائي دوري ابطال افريقيا وخدت البطولة ففيه 4 مليون دولار كاس العالم اعتقد كان 2.5 مليون دولار السوبر افريقي حتى مع الوصافة فيه جايزة مالية السوبر المصري مرتين فارباح كرت القدم تحديدا ما شاء الله ما شاء الله يعني الحمد لله موسم ناجح جدا لنادي الاهلي طب اجي معاك ليه بقى يا كابتن ماهر كنت بسألك في حتة الانسجام وشكل الاهلي وكرته انا بغانا بتفرج على الاهلي وسان جورج انا مش شغلني ناتجة المباراة ومش بفكر في ان احنا هنروح دور المجموعات ولا لا دي حاجة بالنسبالي شبه منتهية وحتى انا بفكر في مطشات عندي مطش امبي فقبل نهائي كاس ان شاء الله بإذن الله متطمن بإذن الله انحنا نقدر نكسبه ومن بعده مطش لإسماعيل لكن اللي بفكر فيه دايما هو انه زي كولر يستغل الفترة دي انه يوصل بالفريق لأعلى معدلات الليقاء الفنية الليقاء البدنية ومعدلات الانسجام وانه الشكل العام لكورة الاهلي تبقى المعالم بتاعته واضحة لانه زي ما قلت في دات الحلقة انت عينك عين جماهير لدي الأهلي في كل مطش بتلعبه هنعمل إيه في السوبر ليج وهنعمل إيه في كاس العالم هو ده السؤال أسئلة الموسم من الآخر يعني لأهلي يعمل إيه في السوبر ليج ولأهلي يعمل إيه في كاس العالم سؤال مهم جدا يا أحمد أنا عايز أقولك أن تملي تملي لما بتاخد الراحة الواحد وعشرين يوم السلبية وبعدين بترجع بتبقى ثلاثين في المية بعد فاطة الإعداد ممكن تزيد بالموروات المتدرجة ممكن تزيد تبقى أربعين في المية فعشان كده احنا كنا بنعاني يعني احنا خسارتنا للسوبر الأفريقي إن احنا ما وصلناش للحالة اللي انت تتكلم عليها البدنية اللي يتعدي سبعين في المية الفنية التكتيكية لأن ده بقى علم ومهما اشتغلت عليه بيقالوا معايير وأسابيع ومحطات عشان توصل الله فالنهار ده مستر كولر بدأ بالمعسكر وبعدين المباراة السوبر المباراة المتدرجة مبرأة ومباراة اللي عبناهم وبعدين السوبر وبعدين بدأنا الدوري وبعدين بدأنا دوري أبطال دوري الأبطال أنا بقولك إن الشكل اللي ان شاء الله بإذن الله الناس هتبدأ تطمن عليه بعد الأسابيع اللي جاية عشان يبقى انت علم التدريب بيقولك من بعد فضل الإعداد ست أسابيع يبلك الشكل التيم إحنا عندنا تلات مطشات يا كابتن مي تلات مطشات عندنا سان جورج جمعة عندنا يوم أربعة أعتقد قبل نهاية كاس مصر مع أمبي وعندنا يوم تمانية الإسماعيلي في الدوري ده على ما أتذكر يعني لو الزاكرة ما خنتنيش التلات مطشات دول هم التلات مطشات الرسميين الواحدين اللي قبل الأهلي قبل ما يبدأ مشوار واحد وعشرين يوم أشغال شقة في الدوري الأفريقي هم التلات مطشات دول يا أحمد اللي حيطم نوك زي ما أقوله كده زي ما علم التدريب بيقول تشتغل فيهم تشتغل فيهم تشتغل فيهم كويس قوي 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 عشان أروح للمرحلة الأهم فالنهاردة ده تدرج في علم التدريب تدرج من ناحية اللياقة البدنية حتزيد لأنها المبارات اللي بيجيب يعني المبارات في علم التدريب بيسموها الحمل الأقصى أعلى حاجة اللي هي بتدعك اللعيف فيها فبيزيد اللعيب من ناحية البدنية بيزيد من ناحية الفنية بيزيد من ناحية الترتيكية فالتلات مباريات دول أنا شايف إن هم مباريات طبعا مستواهم سان جورج شايف هزاي كابتن ماهر وأهم الحاجات يعني إحنا تأهلنا بتهيق لي متفق صعب السيناريو سيناريو 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 منافس في المتناول إلى حد كبير مباراة على أرضك وس جماهيرك إيه اللي هتشتغل عليه في ماتشو سان جورج أو إيه الأهداف اللي انت كمدير فني وانت حطت على عينك بعد كده طبعا الماتشوات اللي جاية إيه الحاجات اللي انت تحاول تحقق في ماتشو سان جورج التدوير يا أحمد التدوير هو حيدور حيدور حيعطي الناس اللي ما خدتش فرصة مع الخمسة المدلاء اللي هما بدأوا في الشرط التاني ممكن من بداية الممراء يبقوا موجودين من صفة أساسية بعض العناصر اتكلمنا عليها اللي هي لازم تاخد عشان تبدأ تخش في المنظومة زي الضو مهم جدا فدي من ضمن الحاجات مظلوم الضو يا كابتن لا مش مظلوم هو بس سبحان الله يعني ساعات ساعات لعيب ييجي بيبقى في مكانك مش أصد أقول أن في حاجة يعني مش وقع عليه ظلم لكن أصد أقول أنه يستحق يستحق فرصة أفضل ياخد لا ياخد وهو الرجل زي ما قلت لك عنده شفافية وعدلة في حتة التوزيع للعيبة الأدوار فهو يعني هو لو مش مقتنع به ما كانش جابه أو لو مش مقتنع به زي قندوسي كده كان أعاره لكن هو الرجل يعني مقتنع به وحي يدي له فرصة خلال الفترة اللي جاية التلت مباراة اللي بعد سان جورج هما دول بقى اللي هتدي 80 هتبعت رسائل مباريتين هتبعت رسائل لجميع النادي الأهلي إنه خلاص بقى فيه شكل شكل يطمئن للنادي الأهلي خلال طبعا نقلته بقى للأصعب اللي جاي أكيد طبعا حيبقى فيه ثبات في التشكيل في المرحلة اللي بعد المباريتين دول عشان نبدأ نخوض بقى طبعا هو أول مطش بعد كده هيبقى مطش سيمبا ان شاء الله يوم عشرين أكتوبر بعد الأجندة الدولية بعد مطش منتخب مصر عندنا مطشين زنبيا والجزائر 12 و16 بعد كده الأهلي يرجع بقى من الإمارات لعبة الأهلي تيجي تلعب وحتى مباريتين المنتخب كمان هتبعتين سيمبا الأولانيين هيكونوا سيمبا المطش الأولاني هيكون هناك في تنزانيا مباريتين نحن على لعيبتنا هتيجي هتاخد بقى 16 بالليل بعد مطش الجزائر تيجي قاهرة وحتى نسافر 17 تنزانيا وردو رحالة رحالة أنا بشفك بصراحة على لعبة النادي الأهلي من سنتين فات وإحنا كنا بنتكلف الموضوع ده لعبة ما بتلحقش يعيني تريح وبعدين مهم جدا الواحد جاي يعني لو في معسكر منتخب ولعب مطشين زنبيا والجزائر 12 و16 أجي القاهرة بقى رايحني يومين بالزبط هذا نحرك ورحين تنزانيا رحين تنزانيا فطبعا يعني أنا مش على لعبة دوليين لعبة النادي الأهلي حتى المحترفين كمان اللي هما بيسافروا يروحوا الناس الناس ما بتحسش أنه يعيسيبك من المعسكرات والمطشاط الناس حتى ما بتحسش أنه السفر والترحال ده بيبقى فيه عب بدني وإضافي وإرهاق على اللعبة جدا جدا وبعدين كمان بتروح بقى يا أحمد بتقابل رتوبة عالية وملاعب من إيلة بنيلة وجماهير في السنبا طبعا سعندهم هناك النقلة نوعية كابتل ما بتشجع فرق هب بجنون وبتقابل بقى طبعا يعني أنا أنا في رأيي 3-4 تيام بتو أفريقيا دول بياخدوا من عمر اللاعب صراحة يعني من صحته الجو بيأثر فعلا كابتل ما طبعا الرتوبة والأكسجين والحاجات دي يعني يمكن إحنا كنا بنعاني كل حاجة يا أحمد من الجانب النفسي من الجانب البدني من الجانب الفكري من الجانب المجهود يعني خد بالك فيه فرق إنك أنت أولا في المباراة لما بتلعب مباراة 90 ديئة بتقب حملة أقصر بالنسبالك عشان ترجع للإستشفى 72 ساعة ترجع لحالتك الطبيعية يوم لتنين عشان تلعب الجمعة أو تلعب الخميس فأنت اللتنين هتلعب يبقى لسه راجع لسه راجع في اليمين دول من حال تستشفى ألعب أقصى تاني 90 ديئة تاني يعني ودي بتبان بقى طبعا على العابة الدولين يعني بتبان على العلي معلول بشكل كبير يعني بيت ستاوه يمكن في المرات الكاث السوبر شوفنا شكله الإجهاد اللي واقع عليه حتى في أداؤه آه ده جاي من آخر بلد الدنيا بصراحة ده يوم يوم وبعدين لعب الشوت التاني فدي كلها حاجات بصراحة يعني بتأثر على اللعبة التغذية زمان كانت دلوقتي التغذية طبعا أفضل من أيام نحن أيام نحن كنا بنكل في أفريقيا بنكل أكلهم فطبعا لا دلوقتي دلوقتي ما شاء الله طبعا 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 يعني يعني قافلة وراه طيارة خاصة ودكتور التغذية وعليك طبيعي واستشفى وأجهزة كمان على أعلى مستوى بنخدها معنا في الممارات الأفريقية دي عشان موضوع الاستشفى يلحق اللعيبة وإحنا منتكلم على المنتخب خلينا أسألك بقى كابتن ماهر وده كان واحد من أسئل اللي قلتها أو اللي مهتن بيه في مداية الحلقة هل شايف أن المنتخب مصر عنده وفرة لعبين في كل المراكز ولا في مراكز بتعاني منها إحنا هنا منتخب يبقى بأكلم عن المعاناة هنا الكرة المصرية مش مش نادي بعيد هل في مراكز فيها مشاكل عندنا في المنتخب إحنا قبل المشاكل يا أحمد ما عندناش الشكل ولا الخريطة ولا السلوب بتاع قرى مصرية يعني إحنا يعني بصراحة يعني بقلنا فترة يعني مثلا لما تفرق كانت وليه آه ده منتخب مصر أما مكتركة ده منتخب مصر لدينا شكل لدينا طريقة لعب لدينا وضع لدينا تأثير لدينا بصمة إحنا بصراحة مع الجيل ده مش تقليلا منهم حاسين إن إحنا ما عندناش بصمة تقدر تفرضة على الساحة يعني حتى كرة تونسية في في أيامها اللي فاتت دي مش هي لكن في شكل كرة جزائرية لها طعم كرة مغربية راحت في حتة تاني كرة السعودية إحنا لسه برضك على الأسف مش مش قادرين نخبط بالضبط نحط إيدينا على الكرة المصرية اللي إحنا سبقنا بيها أفريقيا من زمان وحتى ترتيبنا على مستوى العالم حتى ترتيبنا على أفريقيا مش هو ده الترتيب اللي إليك بكرة مصرية عايز أقولك إن الخريطة طبعا ما كتمنتشي مش رحيني نفس مش رحيني نفس اللي الدنيا فيهم قربت شوية تنور خلاص كان النور خيائية نهائي أمم أفريقيا قدام الكاميرون بالزبط ونهائي أمم أفريقيا قدام السنغال ووصلنا لكس العالم في روسيا وش دول أقرب حاجة بطولة العربية لا سيك بطولة بطولة ودية أنا بكلمك على بطولات بجد يعني كس العالم ده كان حيما لكن كس أمم أفريقيا مع السنغال وكس أمم أفريقيا مع الكاميرون دي بطولات بجد في النهاية ما كانش فيه رد برضو نفس يعني يشوف وصلنا نهائي في البطولتين واحدة مع هكتور كوبر والتانية كانت مع كيروش صح؟ بالزبط والناس كانت حاسة برضو انه المنتخب ده مش حكاية مش دي كورتنا يعني مش ده منتخب مصر في عندنا مشكلة حقيقية وهنا دايما كانت حلول بتبقى فكرة الموديل الفني الأجنابي بصراحة يا رغم انه احنا دايما بشوف انه انجازاتنا انا اللي حضرته كابتن جوهري تسعين وتمانية وتسعين وكابتن حسن شحاته ستة وتمانية وعشر مافيش حاجة يعني اعتقد ستة وتمانين كان مدير فني أجنابي اعتقد ماك سميس تقريبا اللي هي بطولة بتاعت عكبت انشحت اللي ارحم وكابت انتها بصري عكبت انشحتها هنا لكن مع هذا ذلك هم مدربي مصريين فانا عايز اقول لك يا احمد حتى كمان انت حنتكلم على الخريطة يشوف خريطة النادي الاهلي موظبة ازاي من حرص المرمى لخط الظهر لنص الملعب للمهاجمين كل لعيب مش عايز اقول بديل او بينافس مع انك انت عندك عناصر كتير حلوة عندك عناصر بس بس الاماشة مش عارفين نفصلها فعندك مشاكل بردك لسه ما زالت في قلب الدفاع تركز اكتر في ملف كاس العالم وانك تحضر جيل جديد اسماء جديدة لبطولة كاس العالم تاخد منتخب تحضر وتاخد بطولة افريقيا على انها بطولة للتحضير والاعداد لمشوار كاس العالم ولا تراهن على اننا رايح هلعب على البطولة فهاشتغل مع الحرص القديم احنا بردك يا احمد يعني عشان تستعين تستعين بالمنتخب اللي تحتك اللي هو الاولمبي يعني عنصر او اتنين اللي ممكن ينضم هو المنتخب الاولمبي بطل افريقيا واللي خرج متاع كابتن شوقي غريب موجود فين دلوقتي في الخريطة شايف في حاجة؟ لا 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 مع الاسف فعاز اقولك ان حتى المنتخب اللومبي او المنتخب الشاب عشان تستعين عنصر او اتنين اللي ممكن يتضاف دل رحمة مجدي كان منور رمضان صبحي كان منور اكرم طبعا اتمنى له السلامة راجع ان شاء الله زي الفل امام اعتقد برضو قريب جدا يدخل فورما بس كان فيه عناصر كتير جدا بسامة جلال احمد فتوح فيه اسماء كتيرة جدا تراهن عليه وعندما مشاكل يا احمد كمان في اماكن مؤثرة بشكل بيئة جدا ومنها قلبين دفاع دي مشكلة رهيبة جدا لو انت ما عندكش اربع لعيبة دوليين على الاعلى مستوى في نفس المكان ده في كل مركز اه في كل مركز لقد دي عايزة حزب تدير نجيب الورق والقلم ونقعد نفكر كابتن مهر نورت الدنيا كابتن مهر نسعد بيك جاي الكلام معك ما بيخلص نسعد بيك كابتن مهر وان شاء الله موسم يكون موفق ونجح يبسط كل الاهلوية ان شاء الله باشكركم على متابعة حلقة النهاردة باشكر نجمنا الكبير كابتن مهر همام طبعا على وجوده معنا في السادسة بنتشرف بي دايما كل التحية لحضراتكم ونتقبل بكرة حلقة جديدة من السادسة